وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويد وزارة شؤون الشباب والرياضة بجميع المعلومات اللازمة لتفعيل النظام الإلكتروني بالصورة المثلة وذلك بغرض قيام الأخيرة بمهام الرقابة المالية والإدارية على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب للتأكد من تنفيذ الإجراءات وضمان سرعة إدخال الطلبات والمعاملات وإنجازها بالصورة المطلوبة اليوم بالتحديد منصة تسهيل التعامل مع الهيئات والمنظمات الأهلية وبما فيها الأندية في مجالات متشابهة وهي تراخيص جمع المال أو الإدارة المالية وكافة الجهات المشتركة فيها وكافة الاستمارات سوف تكون متاحة لوزارة الشباب والرياضة للاستفادة منها والتطوير عليها أيضا حقيقة اليوم الاتفاقية اللي وقعناها تعكس التوجيه الحكومي بتكامل جهود المؤسسات والوزارات الحكومية استثمارا للوقت والجهد والمال فالتجربة موجودة وسوف نعمل على تطويرها وتعميمها بين الوزارتين الشباب والعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانوا من سنة 2011 اعتمدوا إجراءات فنية وتقنية بالنسبة لإدخال التكنولوجيا في إجراءاتهم اللي كانت مضرب مثل أحنا بالنسبة لنا فبدل ما نعيد اختراع الذرة وبدل ما نعيد نفس الجهد اللي طلبناه وكان برنامج رائد للأمانة الأول من نوعه في الحكومة طلبنا إذا نقدر ندخل نوع من الجسور بيننا وبين الإدارات في وزارة العمل حتى نقدر نبدأ ندخل بياناتنا في أنظمتهم هما اللي نطمح له إن شاء الله أن الواحد عن طريق الجوال أو عن طريق اللابتوب الأندية والجمعيات والهيئات الشبابية تقدر ندخل كل بياناتها تقدر تقدر تقدم طلباتها للموافقات وليعتماد التراخيص وغيرها ترجمة نانسي قنع